في البر والبحر يتمدد فساد هيئة الزكاة الحوثية في أكبر مشهد تمثيلي للأفراح الكاذبة والنهب المنظم في كواليس هذا المشهد تواري هيئة الزكاة الحوثية واحدة من كبريات عمليات النصب العلني العام في تاريخ السطو على أموال الشعوب واستحدثت الميليشيا في العام 2018 ما يدعى بالهيئة العامة للزكاة الوعاء الأضخم في صناديق استثمارات الحرب والتربح التجاري منها وبعد أن شقت الميليشيا على المواطنين بجبايات متعددة ومتنوعة باسم المجهود الحربي اتسعت حالة السخط الشعبي فلجأت الميليشيا إلى استحداث أوعية إيرادية ذات مسميات دينية كالهيئة العامة للزكاة وهي هيئة جبائية لا علاقة لها باحتياجات الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يشكلون النسبة الأعلى من عدد السكان بل حولت مستحقي الزكاة إلى دافعين لها بالعنوة وجعلت من الزكاة وعاء مفتوحا على الدفع المستمر مدار العام تحت مسمى الواجبات الزكوية وما يرتبط بها من دفوعات جبائية مختلفة أما الأعراس الجماعية التي تقيمها الميليشيا في موسم سنوي بأعداد هائلة فتكشف فقط عن حجم الإيرادات الزكوية الضخبة التي تجبيها الميليشيا وتستخدم العرسان الكمبارس كدروع بشرية لعمليات غسيل أموالها كما تكشف عن أكبر عملية نصب وتضليل جماعي لجرائم فساد واسعة النطاق تعزز من تخمة الحوثيين وأسرهم السلالية المحدودة وتفقر الشعب الذي لا يريد عروسا بل يريد خبزا